في إطار الدعوات السعودية المتصاعدة لتطبيع مع إسرائيل زعم كاتب سعودي وجود حق تاريخي ذكر في القرآن للإسرائيليين في أرض فلسطين وأنهم الأولى بها من الفاصلين أنفسهم وهو ما احتفت به وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الرسمي باللغة العربية وقال المحلل السعودي عبد الحميد اللغبين رئيس مركز السياسي للدراسات في لندن في لقاء تلفزيوني إن إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة وموجودة وتابع إخواننا الفلسطينيون لهم حق أن ندافع عنهم وندعمهم في إقامة دولتهم ولكن ليس على حساب مصالحنا إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترفية بالأمم المتحدة وموجودة وحتى لو نظرنا من حق تاريخي يا أخي هذا برضو أيضا حق من تاريخي حتى القرآن يتحدث عن بني إسرائيل ما يتحدث عن الفلسطينيين إخواننا الفلسطينيين لهم حق علينا أن ندافع عنهم وأن نخليهم يقيمون دولتهم ولكن ليس على حساب أنه برضو مصالحنا الكاتب سعودي عبد الحميد اللغبين ظهر خلال الأسبوع الماضية عدة مرات على وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة باللغة العربية ودعا إلى تطبيع كامل مع إسرائيل وظهر اللغبين في مقابلة مع القناة الإسرائيلية I24 News قال خلالها إن قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس وإن تطبيع مع إسرائيل قادم ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع إسرائيل اليوم قبل الغد إسرائيل اليوم لا تشكل خطر وجودي علينا مثل ما تشكل خطر إيران فقضية الاعتراف بإسرائيل تمت 1992 وإن كانت بشكل غير عالي لكن واليوم الاعتراف بإسرائيل بالقدس الغربية كعاصمة إسرائيل أتصور أنه هذا يخلق نوع من السلام بين العرب وطبعا بالتأكيد مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين فأنا أتصور خلال السنتين قادمة والثلاثة سيكون هناك تطبيع مع إسرائيل من أجل سواء من نظرة اقتصادية أو نظرة سياسية وأيضا استقرار المنظر ومواجهة المشروع الإيراني الخطي لم تعد القضية الفلسطينية مهمة لهذه الدرجة أنا نصيحتي للعرب بشكل عام ليس دعوة للتطبيع وما شابه ذلك ولكن نظرة واقعية لا يوجد لدينا اليوم خيار من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي إلا التطبيع الكامل مع إسرائيل واليوم قبل بكرة وينضم إلينا عبر سكايب من لند ما زال معنا الدكتور سعد الفقيه المعارضة السعودي ورئيس الحركة الإسلامية دكتور سعد وجود هذه التصريحات من كاتب وإعلامي سعودي ينضم إلى قافلة من المثقفين العرب لكن الجديد أنه سعودي يدعو إلى تطبيع بهذا الشكل ويتحدث عن الاعتراف بإسرائيل وأنها دولة مستقلة وأن مصالحنا أهم من عدم الاعتراف بإسرائيل ما تعليقك على هذا الكلام؟ أولاً هؤلاء مجموعة من الناس هؤلاء توافة ليس لهم قيمة لم يكن لهم قيمة لولا هذا النظام أو الواقع المصطنع الواقع الغريب الذي نعيشه لو كان البلد في حالة حرية وحالة كرامة وحالة عدل لما كان لهذا وأشكاله شأن أبداً بغض نظر عن قضية التطبيع لما كان له شأن من ناحية الثقافية أو من ناحية الإعلامية أو من ناحية الأداء أمام الجمهور لم تكن لتستضيفه أي صحيفة أو أي وكاء أو شيئة إعلامية هؤلاء التافيون ليس لهم قيمة رقم واحد رقم اثنين هذه المسميات مراكز دراسات هو وأنور عشقي مراكز دراسات استراتيجية لا توجد هي مراكز وهمية مزعومة حتى يعطى هؤلاء قيمة لم تقدم هذه المراكز المزعومة أي عمل ذيبال يعني يعتد به لا أي عمل حتى فضلاً أن يكون ذيبال فهذه النقطة نبينها اتداءاً قبل أن ننطلق إذن ما الذي يجري الذي يجري أنه محمد بن سلمان يريد أن يحول الواقع الذي خلف الكواليس الذي كانت عليه السعودية في التفاهم غير المعلب مع إسرائيل من زمان نيام عبدالله ونهاية يام فهد تفاهم مع إسرائيل على قضايا كثيرة وتآمر ضد حماس وضد الفلسطينيين وعلى الأقل يعني تعودوا عننا ونبتعد عنكم يحول هذا التفاهم إلا التفاهم علني لكن قبل أن يتم علناً بمعنى تفتح سفارة وعلاقات تجارية كاملة وثناء على إسرائيل وعقود مشتركة وشركات إسرائيلية في بلدنا قبل أن يتم هذا لابد من تهيئة الرأي العام تهيئة الرأي العام بهذا وأمثاله من المستعدين في رأيك دكتور ساعد هل الرأي العام السعودي ما ممكن أن يتقبل يعني كيف يتقبل هذه الدعوات الرأي العام السعودي المتعلق ببلد الحرمين الشريفين هل ما ممكن أن تتقبل مثل هذه الدعوات أو تتعامل معها بشكل جدي؟ لو كان يتقبل لما رمي الصالحون والمصلحون في السجون لو كان الشعب يتقبل لما استخدم الحديد والنار والقمع ومعاملة الناس حتى على الصمت مجرد الصمت يحاسبون عليها لو كان فعلاً الشعب يقبل مثل هذه الأفكار لما تعاملت الدولة تعامل الفكر الواحد لا والفكر الواحد الذي لا يحارف فقط الوطن والدين يحارف حتى المشاعر البسيطة عند الناس يعني هؤلاء حتى التضايق الطبيعي ليس فقط من المسلمين من تصرفات إسرائيل حتى التضايق البشر من تصرفات إسرائيل يريدون أن يسكتوا عنه والآن يثني عليها يخاطب حتى السودان يقول إذا أردتم أن تحلوا مشاكلكم ارموا أنفسكم في حظم إسرائيل يعني هو هنا نسي تقديسه لمحمد بن سلمان كان ينبغي أن يقول السعودية هي البلد العظيم الذي ينبغي للعرب أن يرتموا في حظنه نسي هذه حتى من شدة حرصه على أرداء حمد بن سلمان فقال على السودان نفسها أن ترتمي في حظن إسرائيل نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد الفقيه المعارض السعيدي ورئيس الحركة الإسلامية الإصلاح كنت معنا عبر سكايم من لندن شكرا جزيلا لك لم يقتصر الأمر على الغبين في حزب بل هناك أيضا تصريحات كثيرة أطلقها مجموعة من المثقفين العرب منهم الكاتب السعودي أحمد العرفج والكاتب الكوتية فجر السعيد والكاتب المصري يوسف زيدان إسرائيل دولة معترف بها في الأمم المتحدة دولة قوية لها ثقلها حتى على المستوى العالمي لها ثقل غير طبيعي الموضوع زوال إسرائيل ضرب من الجنون زوال إسرائيل ضرب من الخيال دولة إسرائيل شئنا ما بينها هي دولة مستقلة ذات سيادة لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها وهي دول الاستبداد والقمع مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية جاء صدام وقال سأحرق نصف إسرائيل راح صدام وإسرائيل سارت أقوى جاء القذافي قال سأحرق النصف الثاني راح القذافي وإسرائيل أقوى جاء من بعدهم آلاف الناس كل واحد يقول جاء شعبان عبد الرحيم وقال أنا بك ره إسرائيل وحب عمر موسى راح عمر موسى وإسرائيل بقت الآن هذه نفس النغمة نفسها ما تغير أنا أقصد الحوار العمل نأخذ شيء بالمفاوضات شيء بالمال شيء بالشطارة لكن الصراخ ما أمره جاء بنتيجة أبدا الحوار وبعض قال تبي التطبيع مثلا التطبيع الآن مطروح عاد شيء بينا إسرائيل ما هي قبل 40 سنة إسرائيل كان قيان لو مستقيل سواء اعترفت فيه ولا ما اعترفت فيه معثرين في أمريكا ولهم موقع ولهم مكانة أنا شف ما أني حكم هنا بعواطفنا أنا في وقت من الوقات أنا مع التطبيع إذا وصلنا أنا أقول لك الآن قطع العلاقات ما يشتري غير موجدي المفروض تطبيع بمعنى مش تطبيع أننا صالح التطبيع من مصر ترى ما لازم تحبني وحبك لازم نتعايش لازم يأخذون فلسطين حقوقهم بالمعنى الحقيقي وأنا أقول لك لا يتحدث عن القضية ذات أهل الفلسطين خلي أهل الفلسطين تحدثون وما فيهم العقلة أقول لك التطبيع قد يكون قادم في المستقبل ما ندري أنا ما رح طبعت في راحة الحين دخلت ودخلت مطار بن قورون ونزلت على إسرائيل وقلت لهم يلا أنا مطبعة أنا دعيت دعوة أو تمنيت أمنية قد تقبل أو ترفضوا لكن هذا رأي الشخصي أنا وصلني تأييد ووصلني استنكار تلقيت تهديدات بشأن كلامي عن إسرائيل كحال أي فكرة أطرحها أنا متعودة على تهديدات أعتقد أننا في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا التوقيت تحديدا أكثر قبولا للسلام مع إسرائيل لا للتطبيع أو ما لنعم للشزوز مثلا ولا ما فيه طبيعي وفيه شاز يعني 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 ايه لا للتطبيع تكلم حتى على مستوى دلالة الكلمة اللفظة والمعنى وبعدها أنت في مأزق وفيه تشكيلات شئت أبيت بتتم في المنطقة وعندك مشروع نيوم شوية وهي أنشاء طب وانت قعد كده خلاص شدت اللحاف ولها للتطبيع فانت اللي عملوا كده يعني يقصفني أن أقول كده هم مجموعة من الكتاب الجهلة اللي مش متطلعين على الثقافة العالمية وكانوا بيرايحوا دماغهم وبيعملوا نفس اللي بيعملوا المشايخ أنه بيغازل وجدان الجمهور أرجعوا لحسائي بتويتر أنا سألت ما لا يقل عميات فلسطيني وش الحدود اللي تباه عشان تسوي سلام مع اسرائيل أتحدى تلقوني جابه واحدة متشابه من المية كل نيفتي من رأسه اللي يقول لك أبي دولة واحدة مع اسرائيل وانتحينا اللي يقول لك لا والله أنا أبي دولتين لك أنا أبي حدود الآن واللي يقول لك أبي حدود 67 مع القدس واللي يقول لك لا هذا شاطح طبعا أبي اسرائيل تمحى من الخريطة يا أخي أنتم ما اتفكتوا أنتم نافشكم بقضياتكم مها بوحدة وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر مباشرة من رامالله الدكتور نشأة الأقطش أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت ومن اسطنبول ينضم إلينا مباشرة الدكتور أسامة الملحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية أهلا بكم معنا بداية الدكتور نشأة هناك مفارقة أصوات عربية تخرج من عواصم عربية مختلفة تدعو للتعامل مع الأمر الواقع ومع إسرائيل وأن من يرفض هذا الأمر هم جهلا يريدون أن يتحدثوا إلى وجدان العرب دون الحديث بموضوعية وفي المقابل حركة BDS هي حركة عالمية بها عرب وغير عرب تدعو لمقاطعة إسرائيل بل تضغط الآن بشكل كبير على إسرائيل في محافل دولية كيف ترى هذه المفارقة؟ عندما حشرت إسرائيل بالزاوية في المجتمع الدولي أمام المقاطعة كشفت كل ما لديها من أوراق عدد المتحدثين بهذه النبرة باعتقادي لا يتجاوز الواحد في المليون من العالم العربي وفي فلسطين ربما في عنا واحد من المليون أرضا أيضا يتحدث بهذه اللغة الاستسلامية المطاعية أقبل أن يقول مصالحي أن يطبع وليطبع ولكن أن يقول لا حق للفلسطينيين في فلسطين وهناك قرآن يتحدث فليسمح لي وأتمنى أن يسمع هذا ليس لليهود في فلسطين أي وجود ديني اليهود دخلوا إلى فلسطين مع إبراهيم وحفيد إبراهيم يعقوب هو إسرائيل يعقوب وأبناؤه بما فيهم يوسف رحلوا إلى مصر وبالتالي هذه هي الفترة التاريخية التي عاشها اليهود إسرائيل في أرض فلسطين وكانوا بدو رحل ولاجئين من العراق هارب من النمرود الآن في عصر داود دخلت فلسطين كإمبراطورية وهم يسمونه الملك داود لا يقولون عنه نبي دخلت في عصر فلسطين ضمن العالم اللي دخل وفلسطين حكمها على الأقل أستطيع أن أعدلك 15 إمبراطورية عالمية إن فلسطين دائما جزء من الدولة العظمى أقدم سكان في فلسطين الكنعانيين قبل ما ينخلق إبراهيم وقبل ما ينخلق موسى وبالتالي هذه الشرذمة وهذه الأقلية التي بدأت تعلو أصواتها الآن في ظل حصار إسرائيل في الغرب أمام المقاطعة الشديدة الأكاديمية والاقتصادية كشفت الأوراق هذا الكلام موجود من الستة وثلاثين هناك رسائل متبادلة بين الأنظمة العربية وبالذات الملك المؤسس والحركة الصيونية بالستة وثلاثين وكل الأنظمة العربية وافقت على هذا المشروع وبالتالي من يتحدث بالقرآن فليقرأه ربنا يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس حبل الله كان داود وسليمان وحبل الناس اليوم الأنظمة العربية وأمريكا وهذا سينقطع ومن يشكك بحتمية زوال إسرائيل يتمنى أن ينتظر بضع سنوات ليرى هذا البالون الضخم كيف سيثقع عندما تسقط الأنظمة العربية أولا نعم ابقى معي دكتور نشأة دكتور أسامة يعني إذا اتفقت مع دكتور نشأة أن هذه الأصوات لا تمثل واحد بالمئة في رأيك لماذا تظهر الآن في وسائل الإعلام بكثافة سواء وسائل الإعلام العربية أو العالمية وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيل التي احتفت بهذه التصريحات بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا أنصح الأستاذ ضيفك الكريم وأنصح كل الذين يريدون أن يردوا على هذه الأبواق أقول أن لا يكثروا من جمع الأدلة لأن هؤلاء لا يأتون بأي أدلة وهم سطحيون ويجب أن نبحث عن ما ذكرت أنت في سؤالك المهم أنه لماذا في هذا التوقيت نحن نعلم أن هناك ترويج وهذا الترويج مدعوم بالمال ومن قبل دول وأنظمة مدعوم وهناك ترويج في هذا التوقيت بالذات هذا التوقيت بالذات يعني من منظورهم يشهد يعني ربما انحسار للإسلام السياسي إن صحت التسمية أو للإسلام الحركي كما أسميه وبالتالي هم يستغلون الفرصة ويظهرون فقط إلى السطح هذه الظاهرة مدعومة من قبل أنظمة وهذه الأنظمة تدفع لهؤلاء لا أريد أن أقول أنهم مرتزقة يعني يتلقون المال في الحقيقة هم سطحيون وهم يمثلون آراء أنظمة دفعت لهم ليتحركوا الآن بحملة ربما تكون أكثر يعني وأشد في الأيام أو الأسابيع أو حتى السنوات المقبلة نحن أمام تحالف يا سيدي ظهر اليوم إلى السطح يطفو إلى السطح هناك إشارات تقارير صحفية ذكرتموها أنتم في قناتكم المباركة وهذا الأمر يطفو إلى السطح إذن هذا الأمر ليس وليد اللحظة إنما طفى اليوم إلى السطح لكن هذا التنسيق بين إسرائيل وبين الأنظمة بين قوسين العربية لتدمير كل شيء في المنطقة وأهم ما في هذا الأمر هو تدمير الحقوق والمطالبة بالحريات تب التنسيق بين الأنظمة وبين إسرائيل وخير نموذج بصراحة خير نموذج لإثبات ذلك هو انقلاب السيسي الذي كان تنسيقا كاملا وإرادة مشتركة بين إسرائيل وبين الأنظمة بين قوسين العربية التي شعرت بخطر التحرك العربي ومصر هي أم أو ثورة مصر هي أم الثورات كما كنا نقول عنها وبالتالي الجميع أراد أن يرتب الأمور في المنطقة وكان التنسيق مع إسرائيل منذ سنوات ومنذ سنوات وسنوات ولكنه طفى إلى السطح الآن وأصبح الكلام ظاهر ومعلن من قبل السيسي عندما يعترف بالتنسيق مع إسرائيل والأنظمة العربية أيضا تظهر التنسيق والتطبيع وربما زيارات إسرائيلية سرية ومعلنة يبقى معي دكتور أسامة صفحة إسرائيل تتحدث بالعربية على الفيسبوك منذ دقائق نشرت مقطعا لسعودي يغني بالعبرية يقول أحب إسرائيل نشاهد تتحدث بالعربية تتحدث بالتنسيق مع إسرائيل دكتور نشأة هذا المقطع الذي نشر على الفيسبوك منذ قليل ربما الانطباع الذي يأتي لمن يشاهد سأنقل لك انطباعي أشاهد هذا الفيديو سأشعر أن هناك تجاوبا شعبيا مع فكرة حب إسرائيل والتعامل معها والتطبيع معها وأن الأمر أصبح غير مقتصر على الأنظمة العربية بل تجاوز ذلك هل ترى أن الرسالة من نشر مثل هذه الأشياء هو المراد أن الأمر أصبح شعبيا وليس فقط كما كان يقال أن حكومة تطبع مع حكومة أو نظام يطبع مع نظام لا غير صحيح على الإطلاق هذا لم يكن حالة شعبية وأطمنك لن يكون وأنا سعيد بجواب ضيفك من إسطنبول أولا هناك شقين لجوابي في وحدة خاصة في المخابرات الإسرائيلية أعتقد رقمها 8200 هي متخصصة بهذه القضايا إنتاج مواد لوسائل التواصل الاجتماعي والرد أو محاولة استفزاز بعض الإسلاميين أو بعض العرب من خلال هذه المقاطع وأي رد يتم عليها هو جميل لأن هذا يكسر الحاجز النفسي عند الجماهير وبالتالي الكثير من هذه المقاطع هو صناعة من أجهزة الأمن الإسرائيلية وهناك وحدة متخصصة على ما أذكر 8200 رقمها ثانيا إسرائيل شغالة في العالم العربي الحدود مفتوحة والسفارات موجودة والمكاتب السرية والعلنية موجودة وهناك محاولات للاختراق في العالم العربي ولكن في بعض المشاهد الأخرى المقابلة لهذا المشهد في مصر وفي السعودية وفي الكويت وفي كل الدول العربية كانوا يقولون لشخص بالشارع أنه أنت فست بجائزة تذكرة إلى إسرائيل جميعهم كانوا يردوا ماذا تقول لا أريد تذاكر وراء أريد السفر وأنا لا أعترف بهذا وبالتالي علينا أن لا يعني لنجرف كثيرا هذا إنتاج من وحدات خاصة تنتحي الشخصيات وصور وتدعي أنها تعيش في منطقة ولها تاريخ ميلاد وربما هناك بعض الشخصيات الحقيقية التي تتعاطى ولكن هذه محاولات لكسر الرفض الشعبي لهذا الكيان وهذا محدود باعتقاده إبقى معنا دكتور نشأت يعني بالحديث عن شعوب ننتقل للحديث حول الحكومات حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس تشاد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد بعد 45 عاما من قطعها جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع في العاصمة التشادية أنجم بين ناتنياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة تندرج ضمن الثورة التي تقوم بها تل أبيب في العالم العربي والمسلم والتي وعدت بإنجازها نتابع هذا تطور مهم للشاد الدولة الإسلامية الكبيرة الواقعة على حدود ليبيا والسودان هذا جزء من الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والإسلامي وعدتكم بأن هذا سيحدث ستكون هناك أخبار رائعة يمكنني أن أقول لك شيئين الأول أن هذا أمر مزعج للغاية وسيتسبب في غضب بإيران وبين الفلسطينيين الذين يحاولون منع ذلك لن ينجحوا والثاني سيكون هناك المزيد دكتور أسامة عندما يتحدث نتنياهو عن ثورة في العالم العربي والمسلم وأن هذه الزيارة ليست النهاية لكن هناك المزيد كيف تفهم وتقيم تصريحات نتنياهو أنا سأعلق على كلمة ثورة إسرائيل تدعي أنها واحة للدومقراطية وسط الجفاف الدكتاتوري العربي من حولها وبالتالي هو يقوم بثورة ماذا؟ بثورة اعتراف وتبادل السفارات واعتراف دبلوماسي مع الدول والأنظمة إسرائيل يا سيدي أنا فكرت وكتبت في ذلك إسرائيل لو دعمت الثورات العربية عن طريق الضغط على اللوبي الأمريكي واللوبيات في أوروبا من أجل الوقوف مع الشعب السوري المنتفض العظيم لكان الأمر فعلا قد أحدث فتنة لدى السوريين أولا ولدى كل الذين قابوا بثورات في البلدان العربية فتنة ولأصبحت إسرائيل فعلا وجه مشرق ودولة صديقة للشعوب أما إسرائيل في الحقيقة وقفت مع بشار السفاح ودعمت فكرة الإبقاء على بشار لأنه أفضل الموجود ولأن غير بشار غير معروف لدى إسرائيل وعبر عن ذلك ترام وقال إن الآخرين لا نعرفهم أي إسرائيل لا تعرفهم ولا تريدهم أي الطرف الآخر أي الثوار إذن ووقوف إسرائيل ضد ثورة الشعب المصري العظيم ودعمها الإنقلاب السيسي الذي يفضح ويفضح يوما بعد يوم إذن إسرائيل هي ضد الثورات العربية ونسقت مع الأنظمة وهي فعلا تقوم بثورة مضادة ثورة مضادة عن طريق أدوات وأدواتها الأنظمة العربية وبتمويل من الأنظمة العربية لقمع الحريات ولتدمير كل الحرومات لدى الشعوب العربية لذلك أنا أقول لك إسرائيل كانت ستحدث فتنة عظيمة لو دعمت دعما فعليا للثورات العربية ولكنها في الحقيقة ستزول مع زوال الأنظمة العربية نعم دكتور نشأة كيف نفهم توجه إسرائيل إلى إفريقيا دول التشاد نتنياهو قال أنها بجوار ليبيا وسودان ولاها دور كيف نفهم الزيارة والتوقيت في هذا التوقيت إلى تشاد نتنياهو يحاول أن يحدث اختراق والآن هو يكشف أشياء كانت موجودة سابقا هذه علاقات مع الأنظمة مكشوفة والذين تحدثوا عنها كنا بالماضي نشعر بنوع من الخجل ولكن الآن صارت الأمور واضحة هذه أنظمة يوجد بينها وبين إسرائيل تحالف استراتيجي التحالف لتبقى هذه الأنظمة وبالتالي هذه الأنظمة هي تقوم بوظيفة لدى الماسونية العالمية والصهيونية العالمية والأمريكان معا هي تضغط على الشعوب وتجهلها وتفقرها ولكي تبقى إسرائيل هي الواحة يعني هناك كلام كبير لأشقائنا في مصر أولا حماس هي حركة أخوان مسلمين وهذول ناس سيئين وبالتالي نستطيع أن طب منظمة التحرير هم الذين أنشأوها عدد الشهداء في منظمة التحرير أكثر من الذين استشهدوا بيد الإسرائيليين أقصد بالأنظمة العربية إذن الأنظمة العربية هي أداء لتطبيق سياسة إسرائيل وهذه موجودة اليوم نتنياهو أمام الحصار والضغط وأمام الملفات الشائكة التي يواجهها داخليا يحاول أن يخلق اختراق في البحرين وفي السودان وفي تشاد وهناك أماكن أخرى قد يزورها قريبا لكن الحقيقة التاريخية أن حجم التطبيع الشعبي في مصر وفي الأردن محدود جدا ومحدود لدرجة أن هذا بعد أربعين عام عمليا لا يوجد تطبيع وأن وجد عشرات من الأشخاص الذين تبنوا الفكر الصهيوني أو الماسوني أو حقيقة بعض الأفكار الليبرالية التي أصبحت ترتبط بالصهيونية والماسونية بشكل كبير وبالتالي هذا لا يخيفنا لأن الشعب الفلسطيني اليوم يعلم أن خلاصه ليس بيد هذه الأنظمة وأن وجود هذه الأنظمة هو مزيد من العذاب له وأن الفجر القادم سيكون في فلسطين بعد أن تزول هذه الأنظمة نعم ابقى معي دكتور نجا